اشتركوا في القناة لكن احنا عملنا لكم فجأة وفجأة كبيرة قوي هسعد بها جماهير النادي الاهلي ان الوقت بتساعدنا فاحنا زي ما بقول ل حضراتكم حلقة دي حلقة خاصة حلقة خاصة عنا فيها حاجات كتيرة جدا خارجة عن الإطار اللي احنا خلنا بنعمله قبل كده فبنقول جماهير النادي الاهلي كلها ومحب النادي الاهلي كلهم مبروك مبروك على الفوز الكبير مبروك على الانتصار العظيم اللي بننتزعه بغزب عن أي حد ليه بقولي الكلام ده لأن الواحد في جوفي مرار ومرار كبير واللي كان بيحصل قبل كده والنادي الأهلي بيتحارب من طوب الأرض أنا جوه كده عشان إحنا كسبنا لا أنا بقوله على اللي إحنا شفناه يعني النادي الأهلي هم ملعب في أربع نائيات بطولات قرية يفوز بتلاتة واللي إحنا خسرناها بسبب كلنا عارفينه بتاع أن بخبوا الجواب على جنب ولحد هذه اللحظة أنا بكلامكم فيها دي أنا مش عاوز أبوز فرحتنا مش عاوز أبوز الفرحة بتاعتنا الجواب اللي خبوه كان ممكن يبقى أربعة من أربعة لكن بقى ربنا سألهم ويبعد شرهم عننا وإنت أديكوا شايفين الفرحة بتاعت الناس كلها عاملة إزاي يعني حاجة تفرح وشوفنا يعني جماهير النادي الأهلي اللي راحت هناك فرحة إزاي وكان يوم من الأيام الجميلة وهواريكوا صور هنا بتعبر عن مشاعر الناس دي طبعا اللعيبة بعد بفز بالكاس واللعيبة والجهاز الفني وده طبعا الجول بتاع علي معلول أن احنا ملناش حق أن احنا ننزل البادة الفيلمية إنما جي بنهالكم صور عشان نساعدكم بنحاول نساعدكم بقدر الإمكان لما تبص المباراة الأولى اللي كانت في مصر هنا مش عاوز أتكلم كلام اللي أنا بقول لكم أنا مش عاوز داع الفرحة قد إيه شوفنا الحاكم دون المستهود يا أهلي كلمة يتقال ليه قدر بالجزاء وليه قدرد كنت سهل جداً تموك تطلع ثلاثة أربعة وإسكتنا وقلنا الحمد لله كسبنا اتنين والناس زعلت جمهور الناد الأهلي زعل لأننا جيت في الحلقة اللي فات تقول لكم ليه متزعلوش لأن الناد الأهلي بقى فرقة وفرقة تقيلة فرقة مع جهاز فني مجلس إضارة بقيادة بيبو حاجة مشرفة وحاجة تفرح ويمكن بالمناسبة بس هتكلم على حتة بتاعة الخطيب ديت بس بعد ما خلص الجزئة الأولانية دي والناس كلها زعلت احنا دقلنا كسبنا اتنين واحد وقتولكم لو إحنا خسرانين أو إحنا خسروا واحد صفر وتعادلوا واحد واحد وكسبنا اتنين واحد الفرحة هتختلف والناس كانت راحة خايفة قلت لكم ما تخافوش الناد الأهلي يمرض ولا يموت الناد الأهلي عمل مباراة تكتيكية عالية جدا 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 في المباراة الأولى وكان لدي نفوس باربعة خمسة آه في بعض الأخطاء في بعض الأخطاء بسيطة وبعض الناس هجمت وبعض اللاعبين وبتاعه الكلام ده كله وروحنا سفرنا والناس كانت خايفة أنا قلت لكم اللعيبة مركزة اللعيبة الرايحة عندها هدف واحد وهو الكاس يمكن حقول لحد دقيقة ستين ما فيش كورة لأنه ده مباراة الفاينال كده أنا بكلم عن المباراة اللي هناك اللي هي كانت في المغرب كده أنا شفت صورة هنا برضو وجيبها لكم حضراتكم وهو الشيء ده هو بيستلم الكاس لأنه فيه كازة محطة من المحطات ليه أنا بتكلم عن الكلام ده أنا بتكلم عن الكلام ده إن عشان تعرفوا والظلم كان بيّن قوي ومستفز قوي ومنين احنا منين احنا من اتحاد الكورة عندنا اللي أثبت فشلوا في كل حاجة صورة هو الشيء ده هو بيستلم الكاس وشاف رئيس الاتحاد زعلان وشه مش مبسوط ياخد انت مفوض أكتر واحد تفرح أكتر واحد تفرح حاجة كمان اللي حازت في نفسي قوي وحازت في كل جماهير الكورة المصرية وخاصة جمهور الناد الأهلي احنا شوفنا جابوا صور لرئيس الاتحاد المغربي والمدير الفني الريكراكي في المغرب ووزيري الشباب ورياضة المغربي ورئيس اللجنة الولمبية المغربي وبعض النجوم وهم رحين يسندوا الفرقة بتاعت المغرب الوداد احنا حد عندنا متحاد الكورة عمل كده لا هم لبسوا البدل عشان فيه تسليم كاس هطلع واشد البدلة وبتاعه الكلام ده كله واستلم الكلام انما حد راح للفرقة هناك عشان يخوك روحوا خودوا اللقطة حد يفكر هنا في مصر الانتحاد الكورة بكل الشلة بتاعته دي يروحوا يقول النادي الأهلي احنا بنسندك فادي الصورة واحد زعلان شوف انت لما كون انت فريقتك كلها زعلان ده الرجل للرئيس الاتحاد الافريقي مبسوط شوفوا واشه بيضحك احنا شوفوا الرئيس الاتحاد بتاعنا طبعا نقول ايه للناس دي نقول ايه للناس دي يعني الواحد بيتستغرب طب انتوا سفرتوا ليه سفرت عشان تقف وتاخد اللقطة بتاعت البدلة يا اخي حرام عليكم والله العظيم ويحات ربنا والحد هذه اللحظة اللي انا بكلمكم فيها ما حدش حسب الاتحاد الكورة ولا حسب مدير الاتحاد اللي خب الجواب ولا ده علاوة على فيه حاجات بلاوة كتير انما انا بقول لكم ما ينفعش الكلام ده والله العظيم ما ينفع انتوا يعني اثبتوا فشلكوا بنسبة 300% بش 100% فالمجسب اللي حققوا والنادي الأهلي اسعد بيه جماهير مصر كلها انا مالجي جعب اي واحد يقول لك انا زمالكا واصل ده واحد كان زمالك يتمنى انا مالجي جعب الكلام ده انما اللي حسيته ان جماهير مصر كلها فرحت لانها احنا عايزين نفرح واقولنا كان سيادة الرئيسة بابعة البلقية بعد المباراة على طول طب عايزين اكتر من كده ايه في اكتر من كده ايه يمكن في المباراة دي عشان تعرفوا النادي الأهلي نادي كبير قوي نادي كبير قوي 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 فوق الوصف وفعلا ما تعاليه النادي قرد ما جاتش من فراغ لما تشوف الشناوي الشناوي وبياخد الماديلية بتاعته وبينده على شبير غزبا عنه مصطفى شبير عشان لابسه الماديلية ليه لانه حسن نحمد مصطفى شبير عمل انجاز كبير قوي هنا في مصر ووصلنا اللي احنا فيه ده وكل واحد بيسلم التاني وكل واحد بيسلم بص هنا شوفوا الجمال شوفوا الجمال حتى لو فيه صوت بقولوا تعالى تعالى والتاني من فرحته من صفى شبير عاوز يعمل اي حاجة هي دي الروح وهده اللي كسبنا ما فيش حاجة اسمها غل في قلوبنا ولا الكلام ده ده حب والحب ده هو اللي وصل الكلام ده كله والسبب فيه نمرى واحد المدير الفني كولر ده انا بعتبره من احسن المدربين اللجوم في تاريخي الناد الاهلي مع جوزي ومع جوهري ومع دونر مدربين كتير جدا ومتثماني فيه ناس كتير جات كان لها بصرا ما حادش يدري تكير الكلام ده فكولر غير شكل الناد الاهلي وغير تي من الناد الاهلي الناد الاهلي من سنتين ما كانش كده انما انا بتفرج عالناد الاهلي وانا حاط رجل ع رجلي كده وعارف الناد الاهلي هيجيب pool فيأي وقت وهيكسف فيأي وقت الحاجة التانية كمان اني لازم اتوقف عندها واتكلم فيها هاخد فيها معلش انا النهاردة في الانترو